التاسعة من نويها منذ بداية الحرب في أوكرانيا حزمة عقوبات أوروبية جديدة على روسيا دعت إليها رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين ردا على استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا العقوبات تضمنت إضافة نحو مئتي فرد وكيان إلى القائمة من بينها الجيش وثلاثة بنوك عملا بمبدأ الضغط المستمر على روسيا وفق ما وصفته فوندرلاين لتصل العقوبات ضد روسيا منذ 2014 إلى 1241 فردا و118 كيانا خطوة العقوبات على البنوك الروسية استهدفت ثلاثة بنوك جديدة أهمها بنك التنمية الإقليمي الروسي وذلك من أجل زيادة شل الآلة المالية الروسية بالإضافة إلى فرد ضوابط وقيود تصدير جديدة على السلع ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري الطائرات المسيرة نالت حظها أيضا من العقوبات حيث حظر الاتحاد الأوروبي تصدير الطائرات المسيرة إلى روسيا واتخاذ إجراءات اقتصادية إضافية ضد قطاع الطاقة والتعدين الروسي بما في ذلك حظر استثمارات التعدين الجديدة في روسيا وتحتاج هذه الحزمة التاسعة من العقوبات الأوروبية على روسيا إلى موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء السبعة والعشرين في الاتحاد الأوروبي وفي المقابل أعلن نائب وزير الخارجية الروسي أليكزاندر جروشكو أن بلاده سترد على الحزمة التاسعة من عقوبات الاتحاد الأوروبي بإجراءات تقييدية مضادة معتبرا أن الاتحاد الأوروبي ومن في سربه قد تجاوز السلوك العقلاني لأن معظم العقوبات بدأت في التأثير على المصالح الأساسية للأوروبيين أنفسهم جروشكو وصف العقوبات الأخيرة بأنها تجاوزت السلوك العقلاني معللا ذلك بأنها بدأت تؤثر على الأوروبيين حيث إن المستهلك الغربي وحده هو من سيتحمل هذا العبء بمفرده